قبل انتحان الفيسيولوجي كل الناس بتسأل هننظم وقتنا ازاي واحنا ممكن نذاكر ازاي طبعا انتو عندكم برانشات كتيرة يفضل ان الصبح لازم تبتدي بالبرانش الاصعب يعني البرانش اللي انت عايز تركزين يعني مثلا السيفي اس لو انتو عايزين رأيه مثلا هنبتدي من بكرة المذاكرة يوم الاربع اخد الاربع اخده على يوم ما اخدش حاجة تاني ده الصبح اجي بالليل اعمل مثلا اوتونومك لان الاوتونومك اسهل اجي يوم الخميس اعمل الجزء اللي هي بتاع الاربع ودايما لما تاخد جزء خد الجزء كله على بعضه يعني مش اقول الاربع بس لان الاربع 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 الجزء ده مرتبط ببعض فهاخده الصبح اجي بالليل خميس بالليل هاخد الاربع اجي يوم الجمعة يوم الجمعة عندي الاسي جي هاخده وبس اسي جي النورمال واريزمية هاجي بالليل هاخد الجزء الخاص بالبلود اللي هو البلود العادي بلود جروبس بلازما بروتينز المواضيع العادية الكلوتينج الهيموستيزس بلازما بروتينز الحتة دي هاجي يوم السبت هاخد كاردياك او بوت والكرفات بتاعته والكاردياك ريزير هاجي السبت بالليل هاخد الوائد بلود سيلز وهنوفر لها نص يوم كامل لان طبعا كل الناس ما كانتش مفصوطة قوي بالوائد بلود سيلز قابل امتحان الاسيسمنت فعايزة تقراها بتركيز هاجي يوم الحد الصبح كل الكلام دلس هسي في اس معايا هاخد البلود براشر بكل ملحقاته بلود براشر الهاموريج الشاك السنكوب الهايبرتانشن كلهم واحدة واحدة ما تتجزقش هاخدوا لحد الصبح هاجي بالليل هاخد جزئية تانية ريسبايريشن هاختار جزء من الريسبايريشن بحيث الريسبايريشن يبقى معايا يوم الحد ويوم الاثنين ويوم الثلاث حد واثنين وثلاث او تخلصوا على يومين زي ما انت عايز وتخلي يوم الثلاث مراجعة شاملة لكل الفيسيولوجي يعني كل واحد وطريقته في ناس تحب تراجع مرتين وناس تكتفي بمراجعة واحدة فقط اكمل اليوم اللي بعده ناقص لي السيركوليشن بالطريقة دي ابقى انا دايما السيفي اس نثبته الصبح طبعا في نقطة مهمة كل جزء انت بتذكره من اللي احنا قلناه على مدار الايام لازم تحل عليه سؤال نظري يفضل سؤال النظري اللي انت هتحله طبعا من ملزمة الامتحانات لابد ان انت تحله كتابتا ايه الفكرة تتعود على السرعة ولازم السؤال لي مدة معينة بتعرفها بتقسم مدة الامتحان الساعتين القاسي بتقسمهم على الاسئلة فالسؤال ما يزدش عن 8 الى 10 دقائق لان الاسئلة دكتور فاتن بتجيب الاسئلة القسيارة فلازم تكون عارف تجاوبها ازاي خلصت الجزئية دي الامسي كيو قدامك طريقتين ممكن تحل امسي كيو يوم التلات ليلة الامتحان تحل امسي كيو على الاجزاء اللي انت عايزها لانك لو عايز تعمل امسي كيو ونظري وتذكر الموضوع كل الكلام ده ففترة معينة ممكن يبقى اوفر لود عليكم فده اللي انتو هتعملوه بتقسيم الوقت نقص نقطة مهمة امتحان النظري هو 3 ساعات الساعة الاولى بتبقى امسي كيو فيها 65 جملة تقريبا والساعة ساعتين التانين بيبقى فيهم نظري تخلص الامسي كيو بعد تقريبا ساعة ربعة او خمسين دقيقة من حقك تسلم ورقتك لو انت واثق وتاخد الورقة بتاعت الاسم لا في حاجة تشاكك فيها بتفضل غاية اخر وقت الامسي كيو وبعد ما تخلص الامسي كيو تماما النظري هنقف معاكم في المرهبة هتسألونا الموتة 10 دقايق اي حد عايز اسأل اي حاجة بيسأل بعد كده الموظفين بيكملوا معاكم المرهبة وفي النهاية بالتوفيق بالناس كلها ترجمة نانسي قنقر